سياسة الضرب والاختباء التي تمارسها إيران يبدو أنها انسحبت على أداء ميليشياتها في العراق التي أعلنت إيقاف هجماتها الصاروخية ضد الأهداف الأمريكية بعد استشعارها حجم المخاطر الناجمة عن تلك الهجمات وكالة رويترز نقلت عن المتحدث باسم ميليشيا حزب الله قوله إن تهديدات واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد عقدت الأمور واستدعت التهديئة على حد وصفه في تراجع واضح عن العنتريات التي أطلقتها الميليشيا طوال الأشهر الماضية لتلتحق بميليشيات أخرى صرت مذعنة لإعلان إيقاف هجماتها وتهديداتها المواقف الجديدة هذه يفسرها ما سبق ونقله موقع ميدلست آل بريطاني الذي أكد أن ماشنطن أبلغت الحكومة في العراق بأنها عدت قائمة تضم ثمانين موقعا مرتبطا بالميليشيات المدعومة من إيران لاستهدافها إذا تابعت تهديداتها لسفارتها في بغداد مشيرة إلى أن المواقع تشمل مقرات سرية وملاجئ يستخدمها زعماء في الفصائل المسلحة فضلا عن مواقع مرتبطة بميليشيا حزب الله تهديدا والتي باتت تمثل يد إيران الطولة في العراق وبيّن الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك المئات من صور الأقمار الصناعية للمواقع الثمانين مع رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح في اتصال جرى في العشرين من أيلول المنصرم ونقل عن مسؤولين حكوميين قولهم إن تهديد بومبيو تسبب في إثارة للقلق في بغداد حيث تكافح حكومة مصطفى الكاظمي لتجنب إغلاق السفارة الأمريكية وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار سياسي واقتصادي عناصر بعشرات الآلاف وشتى صنوف الأسلحة والتجهيزات العسكرية وآلة إعلامية ضخمة لم تخفي حقيقة أن هذه الميليشيات مجرد نمر من ورق وأن الجرائم التي تظهرها كأسد عن المدنيين العزل في العراق تكشف في جانبها الآخر عن نعامة تدفن رأسها أمام القوات الأمريكية التي تتبج حزورا بمقاومتها